ويدلوقتي معدنا معيونة five my day او يومي day اللي هو اليوم تمام وmy معناها حاجة بتاعتي my day اليوم بتاعي my day يعني يومي تعال نشوف ايه قصة يومي او my day نبدأ بفكاب النهاردة break time break time وقت الفصحة break الفصحة وtime معناها وقت break time وقت الفصحة تمام clock clock ساعة الحيط بنقول عليها clock والمنبه برضو بنقول عليه clock bread bread اوعى تنطاها breed ليه هتقول لي اصلي break اهيه تمام المفروض ننطاها زيها تبقى bread لأ bread دي كلمة نطاها لوحدها يعني هي اشز عن القاعدة شوي bread great great عظيم تبقى زي break great دي نوعه ده نفس النطا او great عظيم انت لما تجيب درجة حلوة في الامتحان ممتك تشجعك تقول لك great عاملة thumb up يعني عاملة لك كده او باديها يعني انت عملت حاجة كويسة خالص tea with milk يعني شاي باللبن tea with milk tea بس يعني شاي وملك اللي واحده يعني لبن تمام يبقى كلمات بسيطة او break time clock bread great tea with milk tea with milk tea milk يلا اقول معايا break time break time clock clock انا شايفك هما بتقول شي معايا bread bread great great tea with milk tea with milk tea with milk tea milk هنا مديني daily routines يعني daily routines يعني الحاجات اللي بنعملها يوميا روتينيا تمام روتيني اليومي الحاجات اللي بنكررها كل يوم نصبح الصبح نفطر وبعدين نشرب الشاي نروح للمدرسة نلعب مع الاصدقاء ننام نقف في طابور آآ ناكل حاجات بنعملها كل يوم تمام تعال نشوف كده have breakfast يعني يتناول الافطار قلنا ذرب have مع الاشياء معناه يملك I have a pen I have a ruler تمام انا عندي قلم انا عندي مصطرة لكن مع الاكل والشرب يبقى يتناول بياكل او يشرب have breakfast يتناول الافطار تمام drink tea يشرب الشاي drink tea go to school يذهب الى المدرسة go to school play with friends play with friends يلعب مع الاصدقاء ولغاية النهاردة بسمع في الفيديوهات اللي بتبعته هالي على جروب الواجب بتقوله friend's معرفش ليه انتو مصررين تنطقوها غلط قلنا d مش بتتنطق والاس بتتنطق z play with friends go to bed يعني روح ينام تمام bed السريب go to bed على بعضها يذهب الى النوم تمام stand in line stand in line يعني يقف في طبور line اللي هو الطبور eat bread بيعني روح ينطقوها في كلمات بالعمية ما بتبقاش الكلمات بنفس المعنى خلاص يبقى go to bed معناها يذهب الى النوم ما اقولش go to sleep ينفع اقوله go to sleep لكن هي دي المستخدمة الشائعة اكتر go to bed stand in line stand in line يعني يقف في طبور line اللي هو الطبور eat bread بيأكل عيش بيأكل خبز eat bread يتناول الخبز enjoyed the school day استمتع باليوم الدراسي enjoyed ده فعل في الماضي تمام احنا مش دايما بتجلنا افعال كتير في الفاست سيمبل اللي هو الماضي البسيط لكن هو enjoy لغاية حرف الواي ده الفعل في المصدر معناه يستمتع لما اضيف له ed معناه استمتع already يعني خلاص اليوم خلص وهو استمتع بي يعني حصل في الماضي وانتهى enjoy the school day day اللي هو اليوم وسكول اللي هي المدرسة فلما اقولي school day معناها اليوم الدراسي تمام enjoyed the school day يعني استمتع باليوم الدراسي بتاعه كان يوم بالنسباله يوم جميل الحصص كانت بالنسباله كويسة جاوب على الاسئلة سقفوله في الفاصل لعب مصحابه في الفسحة اتغدى ولعب وقضى وقت كويس في المدرسة فاليوم بالنسباله كان حلو خالص فعمل enjoy the school day go home يذهب الى البيت يرجع للبيت go home يلا تقول معايا have breakfast have breakfast drink tea drink tea go to school go to school play with friends play with friends go to bed go to bed stand in line stand in line eat bread eat bread eat bread enjoy the school day enjoy the school day go home go home go home listening and speaking الاستماع والتحدث listen استمع read اقرأ and rule play وتبادل الادوار with the masks باستعمال الاقنعة اللي جاية مع كتاب المعاصر هنا هاني ماسك السندويتش في ايده وشكلهم بيفطاروا اهم we have breakfast at seven o'clock we have نحن نتناول breakfast اللي هو الافطار at seven o'clock في تمام الساعة السابعة اذا هنا هاني بيحدد لنا الوقت اللي هو بيعمل فيه activity ل having breakfast لتناول الافطار هنا هانا بتقول we drink tea احنا بنشرب الشاي with milk مع اللبن الشاي بلبن we drink tea with milk يبقى هو هنا في daily routine بيتكلم عن عادات بنمارسها كل يوم بصفة روتينية بصفة متكررة في اوقات محددة الساعة سبعة كل يوم بيفطاروا تمام الساعة سبعة اللي هي seven o'clock قبل الساعة بضيف حرف at زي ما قلت قبل كده ان at حرف جار بيجي مع الساعات at ساعات at seven o'clock we have breakfast at seven o'clock we drink tea with milk النحية التانية we play with friends at ten thirty ده معاد الفسحة فبيطلعوا الفسحة الساعة عشرة ونص بيلعبوا مع أصدقائهم فهنا بتقول we play نحن نلعب with friends مع الأصدقاء at ten thirty الساعة العشرة والنصف نص ساعة يعني ثلاثين دقيقة هنا قالت ten يعني الساعة عشرة ثيرتي يعني ثلاثين دقيقة يبقى عشرة ونص it's break time إنه وقت الفسحة we play with friends at ten thirty it's break time هنا هاني بيكمل yes it's great نعم هذا رائع أو إنه رائع إيه هو اللي رائع اللي هو وقت اللعب ده بيكون وقت رائع yes it's great هنا بتقول we go home خلصوا اليوم الدراسي بتاعهم الساعة اتنين ونص بتقول we go home نحن نعود للبيت at two thirty الساعة الثانية والنصف نحن نذهب إلى منزلنا في الساعة كانت اتنين ونص we go home بين home وgo ما فيش حرف جر يعني ما نفعش أقول go to home ممكن أقول go to school school تاخد حرف جر قبلها لكن home من الكلمات اللي ما تاخدش حروف جر قبلها ما أقولش إيه لا أكتب to لا تتفهم من المعنى we go home نحن نذهب إلى المنزل at two thirty الساعة الثانية والنصف هاني بيكمل بكومنت جميل جدا بيقول we enjoyed نحن استمتعنا our school day بيومنا الدراسي اليوم الدراسي school day we enjoyed ده فعل في past simple في الماضي بيقول إن هو استمتع وخلص enjoy ده الفعل في المصدر ضفنا له ed في النهاية بتاعته علشان أثبت إن الحدث اللي تم ده أو الشيء اللي تعمل ده تم وانتهى we enjoyed استمتعنا already our school day our school day our صفة ملكية للجمع يعني هو وهنا استمتعوا الاتنين مع بعض فاليوم الدراسي ده يخصهم هما الاتنين فجبنا صفة ملكية تناسب الجمع our ما قلتش my ليه لأنه همش بيتكلم عن نفسه بس هو بيقول أنا وهنا استمتعنا we we كضمير فاعل معناه نحن لما حولوا صفة ملكية حاجة بنملكها احنا لكل أقول our our school day we enjoyed our school day هنا school يعتبر صفة لليوم ليه لأن انا وصفت اليوم بأنه دراسي يوم يخص المدرسة مش يوم أجازة مش يوم استبتاع بالويك اند تمام فاقلت school day ما قلتش study day school day يوم الدراسة يفهم من المعنى we enjoyed our school day عايزك تقول معي الجمل دي بشكل كده ايه مناسب we have breakfast at seven o'clock عايزك تتشطر اكتر وتقول الجمل على بعضها we have breakfast at seven o'clock كمان مرة لو معرفتش تجيبها we have breakfast at seven o'clock we drank tea with milk we drank tea with milk ركز عشان تعرف تجيب we drank tea with milk we drank tea with milk الصورة التانية we play with friends we play with friends at ten thirty at ten thirty it's break time it's break time it's break time yes it's great تحب توصف حاجة تقول الفاعل بعدين verb to be يكون وبعدين الصفة it's great it is great هو أو هي أو إنه يكون رائع yes it's great yes it's great yes it's great عن الوقت the long hand العقرب الطويل is the minutes hand هو عقرب الدقايق ده بيعدي دقايق هتقول لي فين هي الدقايق اللي أنا هعدها هقول لك النقط دي اللي بين الشرط دي الدقيقة الأولى دي الدقيقة التانية دي الدقيقة التالتة الرابعة الخمسة يبقى عند نمبر وان هنا بيكون عدي خمس دقايق هو كل مرة بيمشي نقطة كده دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة يبقى لما يوصل لهنا ما تقولش دي دقيقة نمبر وان لا الرقم ده يخص الساعات طب مين اللي بيعد الساعات اللي بيعد هنا وان تو ثري مش العقرب ده ده ما قلوش دقاب الساعات خالص ده بيعدي ايه ده بيعدي دقايق قم المين اللي بيعدي الساعات الصغير ده العقرب الصغير هو اللي بيشاور على الساعات فبيعد الأرقام دي كل ما يجي ناحية رقم يبقى الساعة الرقم دي مثلا هو جاي على ناحية ايه سبعة طيب الساعة كم دلوقتي سبعة طب سبعة وكم دقيقة تعال نشوفها عقرب الدقايق بيشاور على كم دقيقة عشان نعرف دقيقة هنا صفر صفر يعني ايه يعني لسه ما عدش حاجة يبقى الساعة سبعة بالظبط لسه ما عدتش منها اي حاجة سبعة بالظبط بنقول سيفن او كلاك او كلاك فيه ابوستروف هنا اختصار الاف لان هي سيفن اوف كلاك يعني ايه سبعة بالظبط طيب بنشيل الاف ونحط الابوستروف تبقى سيفن او كلاك يبقى يعني العقرب القصير العقرب القصير هو عقرب الساعات تمام بيعد كم بيعد الساعة سبعة يجي هنا تبقى تمانية يجي هنا تسعة بس بشرب عقرب الدقايق يكون واقف على الصفر صفر دقيقة اللي هو فوق الاثناشر ده هنا صفر تمام 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 كل مرة بنقول الرقم و او كلاك 7 او كلاك 8 او كلاك وهكذا تمام اتفقنا طيب هنا لو هيمشي شوية لقدام عقرب الدقايق يمشي شوية لقدام يمشي خمس نقط كده يبقى بخمس دقايق يبقى لو عقرب الدقايق واقف على واحد هنا وهنا وقف على سبعة تبقى 7 5 عقرب الدقايق يقف هنا تبقى 7 10 ليه لانه هنا عد 10 دقايق خمسة هنا وخمسة هنا يبقى 7 10 هنا نقول 7 15 7 15 يعني 15 دقيقة هنا 7 40 ليه 40 هنا 7 20 7 20 ليه يعني الساعة سبعة وتلت يعني 27 دقيقة ازاي ادي خمسة عشرة خمستاشر عشرين بين كل رقم والتاني خمس دقايق هنا 7 25 7 30 7 35 تمام 7 40 يعني الساعة كام سبعة واربعين دقيقة يعني تمانية الا تلت لان فاضل تلت ساعة على الساعة تمانية هنا 7 45 هنا يبقى عدنا خمسة واربعين دقيقة تمام 7 50 يعني سبعة وخمسين دقيقة 7 55 يعني الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة ولما ييجي هنا على اتناشر تاني مرة اللي هي على الصفر يعني صفر دقيقة هنلاقي عقرة بالساعة تتحرك وجي على رقم تمانية تبقى الساعة تمانية 8 8 يبقى عقرة بالدقايق بيلف كل مرة كده 60 دقيقة يعني ساعة في كل مرة بيلفها هنا من الصفر ويرجع للصفر تاني تمام يبقى هو كده لف 60 دقيقة عقرة بالساعة تجي متحرك حركة واحدة هنا بدل السبعة هيبقى تمانية بس هو مش بيفضل واقف سابت كده لغاية ما يلف لا هو بيتحرك ببطء ببطء بطء بطء طالما عقرة بالدقايق بيتحرك هو بيتحرك لغاية ما عنا بالدقايق يجيب اللفة كاملة 60 دقيقة تلاقي عقرة بالساعات وقف على الرقم التاني تمام؟ تعال هنشوف كده نموذج للساعات الساعة السبعة عرفت ازاي انها سبعة؟ عقرة بالساعات هون مش هاور على سبعة وللعقرة بالطويل بتاع الدقيقة مش هاور على الصفر لسه معدش ولا دقيقة بعد الساعة السابع يبقى س Seven o'clock بالظبط الساعة السابع تماما. طيب هنا مشاورة عله 11 وعقرب الدقائية على الصفر. بقت الساعة 11. طيب هنا بدل الاثنين على ال 12. يعني عقرب الدقائية على الصفر وعقرب الساعة على اتناشر. يبقى اتناشر بالظبط. اتس Eleven o'clock. يبقى الساعة لما تكون مزبوطة بالظبط نقول والرقم وهكذا. طيب لو هو هيعد دقايق بقول الساعة وعدد الدقايق. دلوقتي الساعة كام? الساعة اتنين وتلاتين دقيقة. عرفت زي انها تلاتين دقيقة? عقرب الدقيقة. واقف هنا عند تلاتين. تمام? ليه? لان هو عد هنا خمسة. عشر. خمستاشر. عشرين. خمسة وعشرين. تلاتين. اتفقنا بين كل الرقم والتاني في كم دقيقة? في خمسة. اذا هو عد هنا تلاتين. اهو? هتلاقي عارب الساعة تواقف بين الواحد وبين الاتنين. ليه? لانه عد نص ساعة تلاتين دقيقة الساعة بتكون ستين دقيقة. يبقى تلاتين دقيقة دي بتكون نص لما اقول اتس تو ثيرتي يعني تنين ونص. تمام? اتنين وثلاثين ديقة هي هي اتنين ونص اتس ناين ثيرتي المرة دي الساعة تسعة ونص. ليه? لانه عارب الساعة يتمي شاور على نمبر ناين sharks. عارب الدائم يشاور على 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 التلاتين دقيقة. اتفقنا? هنا بيقولك لما تحب بتقول ان ده وقت حاجة الفلانية تقول وتقول اسم الحاجة. يعني الساعة السادسة انه وقت الافطار. وقت الفطار. انا باكل الخبز. انا باكل الخبز. تعال نشوف الساعة اللي حصل فيها الكلام ده. الساعة كام? ليه لان هنا بيقولك اهو خلاص يبقى هنا برضو هنقول نفس الكلام. اتس تايم فور ايتن بريد. فور ايتن بريد. يا اما بعد فور ييجي فعل امضاف له اي انجي يا اما ييجي الاسم مباشرة. يقول اتس تايم فور بريد او اتس تايم فور ايتن بريد. هنا اي درينك تي وذ ملك. الساعة كام? اتن ثيرتي. الساعة عشرة ونص تين ثيرتي. هنا بيقولك ايه? اتس ثري اكلاك. الساعة تلاتة. خلاص خلاص اليوم الدراسي. خلاص الساعة اتنين ونص تمام? ودلوقتي الساعة تلاتة. استمتعت باليوم الدراسي. يوم كان جميل. ساعة كام دي? دي تسعة بالزبط. يبقى الساعة التسعة. اللي بيحصل بيقول انه وقت الذهاب الى النوم. هنا بيقول لي هنقرأ مع بعض. ايه استمتعت باليوم. هي من خلاص اليوم. ولده جميل. اممfa الكيكي كامل. o'clock. I go to school. We stand in line at eight o'clock. I go home at two o'clock. I enjoyed my school day. هنا بيقول الساعة ستة ونصف الصبح. It's time for breakfast. ده الفطار. I eat bread back and drink milk وبشرة بلبن. At seven o'clock. الساعة سبعة. I go to school. بروح المدرسة. We stand in line at eight o'clock. بنقف طابور الساعة تمانية. I go home at two o'clock. بروح البيت. الساعة اثنين. I enjoyed my school day. انا استمتعت بيوم الدراسي. ده المطلوب منك تقرأ. وهتمشي على كلمات دي. breakfast bread milk seven eight home enjoyed. دي اللغنية. تمام وتعالى نروح على الواجب هو have breakfast drink tea eat bread milk stand in line clock. بعد كده هتبتدى تحل التمرين. enjoy the school day. مين هنا اللي عمل كده? go home have breakfast. بعدين look read and match. go to bed. حط عندها number one eat bread. دور على الصورة دي وحط عندها number two. طيب number three بيقول لك clock. دور على الكلوك وحط عندها number three. هنا. هنا الصورة بتقول stand in line ولا drink tea stand in line or drink tea. هنا have breakfast ولا break time. have breakfast ولا break time. بعد كده هترتب clock bread milk read and circle. تختار واحدة من الاتنين تعمل عليها دايرة. it's break time. شوف الجملة دي تعبر عن اني الصورة فيهم. it's break time. he goes to school. شوفي الصورة اللي بتقول الكلام ده. he goes to school. copy the following sentence. i go home at two o'clock. تنسخ الصورة دي تاخد مسافة ما تشطبش كل حرف في مكانه. ال i وال h وال l وال k كلهم فوق لغاية خط السنة ما عادة تي تطلع حاجة بسيطة. فهم حرف g هينزل منك لتحت. باقي الحروف فسط السطلين. واشوفك في listen to الدرس التاني. مع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.